إلا والمصطفى يعلم معناها ويعلم مراد الله جل وعلا منها لذا لا نبغي أن نشرق أو أن نغرب وبين أيدينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد كتاب ربنا فالمنهج المتبع إن شاء الله جل وعلا أن نفسر القرآن بالقرآن فما أجمله القرآن في موضع فصله وفسره وبينه ووضحه في موضع آخر وما قيد أطلقه القرآن في موضع قيده القرآن في موضع آخر إلى غير ذلك فإن لم نجد تفسيرا للآية بين أيدينا في كتاب ربنا انطلقنا مباشرة إلى سنة نبينا وحبيبنا المصطفى لأنه هو الذي أنزل الله عليه القرآن وهو الذي وعده ربه بأنه سيبين له وسيوضح له وسيفصل له القرآن الكريم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه لا تتعجل ولا تتسرع ولا تخشى النسيان ولا تخشى الضياع فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا الله أكبر نون العظمة الجلال ثم إن علينا بيانة سيوضح الله لك المراد سيفسر الله وسيبين الله لك المعنى فما من آية نزلت في كتاب الله على قلب سيدنا رسول الله إلا وهو يعلم معناها ويعلم مراد الله جل وعلا منها ومن ثم فلنفسر القرآن بالقرآن فإن لم نجد فلنفسر القرآن بكلام من أنزل الله عليه القرآن فإن لم نجد فلنفسر القرآن بكلام الصحابة الذين هم أعلموا الناس بمراد الله وهم أعلموا الناس بمراد رسول الله لأنهم عاشوا مع المصطفى وعاشوا معه نزول الآيات القرآنية من السماء قال عبد الله بن مسعود والله ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا أي الإبل لركبته إليه يا له من تواضع ويا له من علم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قدمات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم يبقى القرآن بالقرآن فسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونفسر القرآن بأصحاب كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم نجد عدنا إلى لغة العرب فبها أنزل الله القرآن ولذا لا بد لمن يتصدى لتفسير كتاب الملك القدير أن يكون عالما باللغة وأن يكون فاهما لللغة وأن يراجع أقوال أهل اللغة فالقرآن نزل بلسان قريش كما سنرى ونزل بلغة العرب واللغة العربية يجب على الأمة أن تعتز بها فهي لغة القرآن يا إخواني أريد أن تتصوروا أن لغة العرب جعلها الله وعاء لكلامه جعل الله اللغة العربية وعاء لهذا الكلام لا نجسم القرآن حاشا لله لكن القرآن نزل بلغة العرب قرآن عربي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة عوجة قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه إلى آخر الآيات وقفت من أجمل ما وقفت على كلمات لعميد كلية اللغة العربية في لندن قابلني في الحج وأخبرني بأنهم اكتشفوا أن اللغات على وجه الأرض تمر بمراحل النمو البشري والإنساني مرحلة طفولة ومرحلة صبا ومرحلة شباب ومرحلة فتوة ومرحلة مراهقة ومرحلة رجولة ومرحلة شيخوخة اللغة كلها على وجه الأرض تمر بهذه المراحل من مراحل النمو البشري سبحان الله يقول يا أخي اكتشفنا اكتشف العلماء من غير المسلمين أن اللغة العربية لا تمر أبدا بهذه المراحل ولم يجعل له عوجة لا تصاب لغة العربي بمرحلة الشيخوخة أبداً لا تصاب مرحلة الهرم لا تصاب مرحلة الكبر أبداً بل والعزيب يقول الروس عندهم نفايات نووية وأرادوا أن يدفنوا هذه النفايات النووية وأن يكتبوا على هذه النفايات رسالة تحذيرية للأجيال القادمة بعد خمسمائة سنة أرادوا أن يكتبوا رسالة تحذيرية على هذه النفايات النووية في المكان الذي ستدفن فيه للأجيال القادمة بعد خمسمائة سنة اعجب معي بل وارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء أن هؤلاء العلماء وصلوا في النهاية إلى أن يكتبوا هذه الرسالة التحذيرية على هذه النفايات النوية بلغة القرآن الكريم باللغة العربية وقالوا جميعا بالإجماع بأن هذه اللغة هي اللغة الوحيدة على وجه الأرض التي لن تصاب بالموت لن تصاب بالهرم لن تصاب بالشيخوخة لغة القرآن لغة القرآن فإذا لم نجد تفسير الآية في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو عند الصحابة أو عند السلف الصالح من بعدهم عدنا إلى لغة العرب لنعلم المعنى ولنعلم المراد فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب طيب عرفنا القرآن معناه في اللغة القرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا كما بينته طيب المعنى الاصطلاحي والشرعي احنا عرفنا القرآن لغة ما هو المعنى الاصطلاحي أو الشرعي للقرآن خلي بالحضرتك القرآن الكريم هو كلام الله تعالى خلي بالحضرتك القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المعجز بلفظه ومعناه المتحدى بأقصر صورة منه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بطريق التواتر المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس دا تعرف القرآن الصلاحا طيب تاني تاني وحدة وحدة القرآن الكريم شرعا هو كلام الله تعالى خلاص كلام الله تعالى المنزل على عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونبيه المشتبى المعجز بلفظه ومعناه وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى في أوجه إعجاز القرآن الكريم المعجز بلفظه ومعناه المتحدى بأقصر صورة منه وسأبين ذلك الآن المتحدى بأقصر صورة منه المتعبد بتلاوته آه يبقى نخرج الأحاديث القدسية لأنها ليست لا يتعبد بتلاوتها وليست معجزة في ألفاظها وإنما القرآن الكريم متعبد بتلاوته المنقول إلينا بطريق التواتر والتواتر هو ما نقله إلينا جمع عن جمع هو ما نقله إلينا جمع عن جمع عن جمع كثير نقله إلينا جمع كثير عن جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب المنقول إلينا بطريق التواتر المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس هذا هو تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا طيب الكتب الزبور التوراة الإنجيل الصحف تسمى قرآنا؟ لا لا تسمى قرآنا بل هي كتب سماوية أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله أنزل الصحف على موسى على إبراهيم وموسى وأنزل التوراة على نبي الله موسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وأنزل الإنجيل على نبي الله عيسى عليه صلوات الله وسلامه وأنزل الزبور على نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه وأنزل القرآن على نبينا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه يبقى هذه الكتب ليست قرآنا الصحف على إبراهيم وموسى التوراة على موسى الإنجيل على عيسى الزبور على نبي الله داود هذا هو القرآن الكريم خلي بالك معايا كده من المعاني الجميلة دي القرآن ثلاثون جزءا القرآن ثلاثون جزءا أو للمعلومة دي وأكتفي إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة حتى نصلي العشاء وفي الحلقة القادمة أواصل السيرة إن شاء الله جل وعلا في هذه المقدمة المهمة بين يدي التفسير لكتاب الملك القدير خذ هذه البيانات والمعلومات الجميلة القرآن الكريم ثلاثون جزءا عدد صوره مية واربعتاشر صورة ثلاثون جزءا تلاتين جزءا عدد صوره مية واربعتاشر صورة عدد آياته عند الكوفيين ستة الاثمتين ستة وتلاتين آية عدد آياته عند الكوفيين ستة الاثمتين ستة وتلاتين آية وعند غير الكوفيين ستة الاف ستمية ستة وستين آية على خلاف بينهم فيمن يعد البسملة آية إلى غير ذلك من الخلافات التي سنعرفها إن شاء الله تعالى في حينها وفي موضعها بإذن الله تعالى يبقى عدد آيات القرآن 6366 آية عند الكوفيين 6666 آية عند غير الكوفيين القرآن فيه أوامر ونواهي ووعد ووعيد وقصص وأخبار وعبر وأمثال وحلال وحرام ودعاء وناسخ ومنسوخ لن تجد أكثر من هذا خلي بالحضرتك الأوامر ألف آية النواهي ألف آية الوعد ألف آية الوعيد ألف آية القصص والأخبار ألف آية العبر والأمثال ألف آية الحلال والحرام خمسمائة آية الدعاء مئة آية الناسخ والمنسوخ 66 آية أكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله تعالى لأواصل الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة أرجو الله ذلك في هذه المقدمة المهمة في تفسيرنا لكتاب ربنا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرد الأمة والبشرية كلها إلى القرآن ردا جميلا إنه ولي ذلك والقدر عليه وهي بنا جميعا إلى صلاة العشاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر